صلاة التسابيح ومن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فما هي صلاة التسابيح وما كيفيتها وما حكمها هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله فتابعوا معنا اختلف الفقهاء في صلاة التسابيح فذهب الجمهور إلى استحبابها قال فريق من العلماء وحديثها حسن لكثرة طرقه ووهم من زعم وضعه وفيها ثواب لا يتناهى ومن ثم قال بعض المحققين لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاول بالدين وإن الطعن في ندبها بأن فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يأتي على ضعف حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها وإن كان فيها ذلك وقال فريق آخر من العلماء وصفة صلاة التسابيح التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وجعلها الصالحون من أوراد طريقهم وورد في فضلها أن من فعلها ولو مرة في عمره يدخل الجنة بغير حساب وأن ما تقرر من أنها سنة هو المعتمد كما صرح به ابن الصلاح وغيره وورد عن الإمام أحمد أنه لم يرها مستحبة وذهب الحنابلة إلى عدم سنية صلاة التسابيح وجواز فضلها لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال وقال بعض العلماء يفعل صلاة التسابيح على القول باستحبابها كل يوم مرة وعن كيفية صلاة التسابيح قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غثر الله لك ذنبك أوله وآخرة وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإن فرغت من القرآن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في الأربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ففعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه والذين صححوه هم جمهور المحققين وأكثرهم والذي يظهر من هذا الحديث وصل الركعات من غير سلام كما يظهر أيضا أنه لا تشهد إلا في الركعة الأخيرة فقط حيث قال فإذا فرغت قل بعد التشهد وقبل التسليم اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومن أهل العلم من قال إنها إن صليت ليلا فالأولى التسليم في ركعتين وعلى هذا يكون هناك تشهدان وإن صليت نهارا فمن شاء وصل من غير تسليم ومن شاء سلم قال أحد العلماء إن صلاها ليلا فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم وذهب المالكية إلى عدم التفريق بين أن يصليها ليلا أو نهارا وذلك بالقول بالفصل بالسلام في كل الوقتين والخلاصة مشاهدين الكرام في حكم صلاة التسابيح أنها صلاة مختلف فيها بين صحة حديثها وبين ضعفه فمن صححه أو حسنه رأى أنها من الدين ولها الفضل العظيم الوارد في الحديث ومن ضعف الحديث رأى أنها بدعة وليست من الدين في شيء لاستنادهم إلى أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتها فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما تحب وترضى وارحمنا برحمتك وأدخلنا الجنة مع الداخلين برحمتك يا أرحم الراحمين